وننتقل الآن إلى مقر دمعة الدول العربية حيث اكتماع وزراء الخارجية العرب وكلمة الوزير سامح شكري بشأن الأوضاع في السودان سلحة الجارية واللجوء إلى الحوار لمعالجة جذور الأزمة وحل الخلافات التي ساهمت في اندلاع الاشتباكات إن مصر بما لديها من تاريخ وروابط سياسية وإقصادية وإنسانية متجزرة مع السودان حريصة كل الحرص على حقن دماء الشعب السوداني وعودة الاستقرار والهدوء له وتدعم كافة الجهود اللازمة لإيجاد حل سوداني مدعوم عربيا يضمن الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتعامل مع أزمته الحالية باعتبارها شأنا داخليا سودانيا وضرورة تتسم أي عملية سياسية في السودان بالشمول في تناول الملفات الشائكة والمتشابكة كما تشدد مصر في هذا السقطار على وجوب الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة في السودان وعدم تعرضها للخطر الانهيار ويحيلول دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني تجنبا لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين وبحيث تجنب جميعا داخليا في السودان وكذلك إقليميا ودوليا تقرار معاناة التجارب المزعزعة للاستقرار والسلم والأمن التي شهدناها ولا تزال في دول المنطقة ومن هذا المنطلق قامت مصر بجهود حثيثة واتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الفاعلة السودانية والإقليمية والدولية على مستوى كل من مسؤولي الدول والمنظمات للتباحث حول سبل الخروج من الأزمة الحالية كان أخيرها الاتصال مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانية الانتقالي والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع لمساعدة السودان في الخروج من محنته وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات من خلال الحوار سادة الحضور لقد استقبلت مصر بكل ترحيب منذ بداية الأزمة أكثر من 57 ألفا من الأشقاء السودانيين فضلا عن مساهماتها في إجلاء أكثر من أربعة ألاف مواطن أجنبي فضلا عن الرعاية المصريين بما يتجاوز 6 ألاف الأمر الذي يعكسه جنبا هاما من جوانب الأزمة وأثارها الإنسانية المرشحة للتفاقم حال استمرار التردي في الأوضاع في السودان الشقيق لذا فإنني من هذا المنبر أجدد التشديد على ضرورة الوقف الفوري والعام والشامل لإطلاق النار في السودان وضمان الاتزام به وبما لا يقتصر هدفه على الأغراض الإنسانية وذلك حقنا للدماء السودانية وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني الشقيق كما أؤكد أن دقة وخطورة الوضع الحالي في السودان وما قد يكون له من تدعيات إقليمية يحتم على كافة الأطراف الإقليمية والدولية وفي مقدمتها دولنا العربية أن توحد جهودها ومساعيها لمنح الثقل المطلوب للتحرك الجماعي الذي من شأنه التأثير على الأطراف المتنازعة وحثها على وقف أعمال الاعتداء والاشتباكات العسكرية بما يكفل العودة إلى الحوار السياسي في السودان وتجنب الأنزلاق إلى وضع أمني أكثر سوءا وأشد خطورة على السودان وشعبه وعلى دول جواره ومحيطه الأقليمي ختاما أثمن مجددا جهود الأمانة العامة والدول الأعضاء وأجدد الإعراب عن ثقة مصر في أن هذا الاجتماع سيخرج بخطوات عملية تحمل بصمات إيجابية على مصار العمل العربي المشترك بما يرقى إلى تطلعات الشارع العربي في مواجهة تحديات الأزمة السودانية الحالية وفي ختام كلمتي اسمحوا لي بالتوجه بالشكر والتقدير مجددا إلى معالي الأمين العام وأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية الدول العربية الشقيقة على تلبيتهم لهذه الدعوة لعقد هذا الاجتماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والليان أعطي الكلمة لمعالي الأمين العام خلي أتفضل ترجمة نانسي قنقر